علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة وذهبت معكم في الحلقتين الماضيتين في جولة سريعة ما بين آيات الكتاب الكريم التي ترسم لنا حدود علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا زالت بقية للحديث سورة الفتح الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها الخطاب موجه لنا نحن الذين نقول إننا مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله لتؤمنوا بالله ورسوله قطعاً الآية تأتي في سياق ما تقدم من آياتي هذه السورة وأنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إنما أذهب إلى موطن الحاجة وإلى مواضع الآيات التي ترتبط بموضوع هذه الحلقة لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة هذه هذه الآية تسبقها آية الخطاب فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مُبَشِّرٌ لَنَا وَمُنْذِرٌ لَنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ثم يتوجه الخطاب إلينا إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ مُحَمَّدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الآية فيها إشارة لطيفة جدا لتؤمنوا بالله ورسوله وماذا بعد وتعزروه التعزير هو النصر والتأييد وأن نكون معه على كل حال كما يريد رسول الله وتعزروه هذه وظيفتنا مثل ما قالها رسول الله في بيعة الغدير في أمير المؤمنين اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وانصر من نصره وعزر من عزره لتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ثم ماذا تقول الآية وتسبحوه بكرة وأصيلا هذه الواه الواه هل عطفت وتسبحوه على ما قبلها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا هذه الواه عطفت ولكنها عطفت لفظا وما عطفت معنى وهذا يكون فيما يسمى بحسب الاصطلاحات الأدبية والبلاغية ما يسمى باللف والنشر فهنا في الآية لف ونشر لتؤمنوا بالله ورسوله الآية ذكرت الله وذكرت رسول الله وتعزروه وتوقروه الجملة هنا تعود على رسول الله وهو الذي جاء في الذكر متأخرا لتؤمنوا بالله ورسوله لكن الجملة هنا تقدمت وتسبحوه بكرة وأصيلا هذه تعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي يقال له لف ونشر فكأننا قمنا بعملية لف لهاتين الجملتين فكأننا طوينا طوينا الكلام فطوي الكلام المتقدم وقدم الكلام المتأخر ثم نشرنا الكلام المتقدم بنحو متأخر عملية لف ونشر لماذا نقوم بهذا لماذا لماذا يقوم المتكلم الحكيم البليغ بهذا إنه يريد أن يوجه أنظارنا إلى أننا في تعاملنا مع الله نتعامل مع رسول الله أولا لأننا لا نستطيع أن نتعامل بنحو مباشر مع الله لو كنا قادرين على هذا لماذا بعث إلينا رسولا لتواصل معنا بنحو مباشر فنحن بحاجة إلى وسيلة ومر الكلام علينا في الحلقة الماضية نحن بحاجة إلى وسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب نبحث عن الوسيلة الأقرب الوسيلة الأقرب سبحانه وتعالى هو الذي قدمها لنا هذه الرحمة المهدات إنها الرحمة الواسعة إنها محمد صلى الله عليه وآله هذه هي الوسيلة التي من خلالها نتواصل مع الله ولذا فإن اللف والنشر هنا يشير إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة لتؤمنوا بالله ورسوله مباشرة ذهبنا إلى رسوله وتعزروه وتوقروه الترتيب يقتضي أن يكون الكلام عن الله وبعد ذلك يأتي الكلام عن رسول الله ولكن الآية هي التي قدمت قدمت الكلام عن رسول الله على الكلام عن الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يريد هذا ما الذي يغيظكم ما الذي يغيظكم ما الذي يؤذيكم إذا كان هذا يثير غيظكم ما الذي يثير غيظكم الله هو الذي يريد هذا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروا محمدا توقرو محمدا وتسبحوه تسبحوا الله وتسبحوه بكرة وأصيلا هذه الإشارة اللطيفة والدقيقة ستتضح بتطبيق عملي في الآية التي بعد هذه الآية التي كنت أحدثكم عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إذن ليس هناك من فارق فيما بين رسول الله وبين الله في التعامل محمد أعبد العبيد في فناء الله محمد أكثر الخلق افتقارا إلى الله لكن الله هو الذي يريد منا أن نتعامل معه بهذه الطريق المالك هو الله والمعبود هو الله والخالق هو الله والإله هو الله وهو الذي يريد هذا إن الذين يبايعونك يا رسول الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هناك ممازجة هناك ممازجة هذا يأخذني إلى سورة الأنفال في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ يَا رَمَيْتَ يَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَحَصَبَ بِهِ وَجُوهَا الْقَوْمِ حينما قال شاهت الوجوه وحصبها بكف الحصباء ذاك فما وصل جزء من الحصباء تلك إلى وجه من وجوههم إلا وقد قتل صاحب ذلك الوج وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لَسْتَ أَنْتَ الَّذِي أَخَذَ التُّرَابَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي قَدْ حَصَبْتَهُمْ يَا مُحَمَّدَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى حينما وضعنا أيدينا في يد محمد لنبايعه وضعنا أيدينا في يد الله يد الله فوق أيدينا القرآن هو الذي يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ألا تلاحظون جمال اتساق البلاغة بين الآية المتقدمة وهذه الآية في الآية المتقدمة لتؤمنوا بالله ورسوله وماذا بعد وتعزروه تعزروا محمدا صلى الله عليه وآله وتعزروه وتوقروه إذن أين الكلام الذي يرتبط بالله من بعد هذا سيأتي وتسبحوه بكرة وأصيلا لا يوجد فارق إنها كلمة صاحب الأمر في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبين حقائق محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا منطق القرآن منطق أدعية أهل البيت ومنطق زيارات أهل البيت هذه الأدعية والزيارات التي يشكك فيها سفهلة حوزة النجف من آيات الشيطان العظمى يضعفون أسانيدها ويشككون فيها وهم لا يفقهون مضامينها جهال صفهاء هذه الأحاديث والأدعية والزيارات في كل ما وردنا عن العترة الطاهرة كل هذا بكله يتعانق مع القرآن في جميع الاتجاهات ضمن الحدود التي يرسمها القرآن لنا في علاقتنا مع الله وفي علاقتنا مع رسول الله وآل رسول الله وما الآيات التي مرت وما الآيات التي نحن نتحدث عنها الآن إلا مثال وأنموذج يخبرنا عن هذه الحقيقة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه هذه هذه البيعة إنها بيعة الشجرة هذه بيعة الشجرة بيعة الرضوان فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً أما بيعة الغدير فإن أعظم آية حاكمة في الكتاب الكريم تحدثت عنها إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل جاء فيها في الآية الكريمة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه بيعة جزئية بيعة الشجرة بيعة جزئية البيعة الكلية المطلقة هي هذه في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تفعل وإن لم تقم بهذه البيعة فما بلغت رسالته نحن نحن مع آيات سورة الفتر سنعود إلى البيعة العظمى وإلى البيعة الكلية إلى بيعة الغدير سنعود إليها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الله هذه حدود علاقتنا مع رسول الله ومع آل رسول الله الصحابة لن يكونوا في هذه الدائرة البيعة ليست معهم هم الذين يبايعون نساء النبي لسن في هذه الدائرة نساء النبي يبايعنا كما يبايع الصحابة إذن نساء النبي خارج هذه الدائرة والصحابة خارج هذه الدائرة من هم الذين في هذه الدائرة هذه البيعة مع من؟ البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن البيعة ترتبط بعلي صلى الله عليه وسلامه عليه تستغربون من هذا حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن ينذر عشرته الأقربين وهذا في بدايات البعثة حينما كان النبي في مكة ألم ألم يشخص لهم علياً وزيراً من بعده وحينما استهزأ من استهزأ بالأمر من الحاضرين ماذا قالوا لأبي طالب لَقَدْ أَمَّرَ وَلَدَكَ عَلَيْكَ 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 أَنْ تُطِيعَ وَلَدَكَ لَقَدْ أَمَّرَهُ أَمَّرَ عَلِيًا منذ بداية البعثة القرآن في سورة النساء وقد مرت علينا الآية الآية الرابعة والستون بعد البسملة وما بعدها وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ هَذَا أَصْلُ الْبَيْعَةِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ الحديث عن الصحابة وعن الأمة عموماً وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاعُوكَ جَاعُوكَ يَا عَلِيْهِ لأن الآية لا تخاطب رسول الله الدليل واضح فيها وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاعُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لو كانت الآية تخاطب رسول الله لقالت وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهَ تلاحظون أن الآية تخاطب جهتان وحينما تتحدث عن رسول الله تتحدث عن جهة ثانية تدبروا في الآية إنها الآية الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النساء وهذا ما هو كلامي تفسير العترة لقرآنهم هو الذي يقول هذا الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول تفسير العترة لقرآنهم هو الذي يقول هذا وحتى لو لم ترد رواية في هذا فإن اللغة العربية بأساليب تعبيرها تشير إلى هذه الحقيقة هناك جهة تخاطب هي غير رسول الله النبي ذكر في الآية ولكنه كان جهة ثانية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إذن هناك علي وهناك الله وهناك رسول الله وتستمروا الآية التي بعدها في المضمون نفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا علي حتى يحكموك إنها الجهة التي خوطبت جاءوك هي هي التي خوطبت في الآية التي تليها حتى حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنها الآية الثالثة والثمانون بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هذا هذا في حياة الرسول وما بعد حياته الآية واضحة تتحدث عن حياة الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هؤلاء هم الذين ذكروا في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هؤلاء هموا هموا وهذا أولهم هذا أولهم الذي يخاطب في هذه الآيات ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الرسول جهة أخرى لوجدوا الله توابا رحيما وهذا هو معنى أنا مدينة العلم وحلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها وهذا هو هو الذي جاء في سورة طاها ماذا قال موسى في سورة طاها إنني أتحدث عن موسى النبي في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة وما بعدها قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من هو هذا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري وحديث المنزلة واضحا رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى ما جاء في سورة طاها علي مني بمنزلة هارون من موسى يا علي أنت مني أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هارون كان شريكاً كان شريكاً في أمر موسى والخطابات والخطابات الإلهية كانت توجه للإثنين معاً اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى الاثنان كلمان يكلمان الله قالا رَبَّنَا الاثنان قالا ما قال موسى لوعده هذه شراكة حقيقية يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ كيف أصفك إما أن تكون غدارة فجارة وإما أن تكون حمارة غبية يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الغادرة الفاجرة يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَيَّتُهَا الْأَمَةُ أَيَّتُهَا الْأَمَةُ واضحٌ واضحٌ إنني لا أحدثكم بحكايات التاريخ ولا أخبركم بمنامات رآها فلان أو فلان ولا أنقل لكم الأحاديث التي تستطيعون أن تشكك فيها حتى لو كانت صحيحة لأنكم مرضى مرضى بالضلال أنا أحدثكم بآيات القرآن وبمحكم الآيات الواضحة يا من تعرفون العربية هذا هو القرآن بعربيته الواضحة وهذه آياته البينة فماذا تقولون ماذا تقولون لقد غدرتُم بعليّ لقد ظلمتُم عليا عودوا عودوا إلى صوابكم إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ هَذِهِ بَيْعَةٌ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ مِثْلَمَا بَيْعَةُ الْغَدِيرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْعَةً لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ وَهِيَ فِي الْأَسَاسِ بَيْعَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللَّهِ بَيْعَةُ الْغَدِيرِ بَيْعَةٌ مَعَ اللَّهِ الْوَيْلُ لَكُمْ يَهْمَ رَاجِعَ النَّجَفِ وَكَرْبَلَا الْوَيْلُ لَكُمْ الْوَيْلُ لَكُمْ بايعتم في بيعة الغدير أن تأخذوا التفسير من علي وآل علي فقط ولكن ماذا فعلتم ماذا فعلتم يا أيها الخوانة الغدرة الفجرة ماذا فعلتم بايعتم في بيعة الغدير أن تأخذوا الفهم من علي وآل علي فقط ماذا فعلتم ركضتم إلى قذارات سقيفة بني ساعدة وجئتمونا بعلم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام إلى سائر القذارات ودمرتم ديننا الويل لكم الويل لكم لقد غدرتم ببيعة الغدير يا أيها الغدرة الفجرة أنني أخاطب مراجع النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أخاطب أمواتهم وأحياءهم وأحياءهم أموات أحياءهم أموات لو كانوا أحياء لستمعوا إلى نداء الحق والحقيقة لكن الشيطان أمات قلوبهم أمات قلوبهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي يا شريك محمد برغم آنافكم فمحمد جعل منزلة علي كمنزلة هارون ومنزلة هارون في القرآن هي هذه وأشركه في أمري أشركه في أمري إنه شريك في عبادته في عبادة موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أوتيت سؤلك يا موسى ولذا فكان الوحي يأتي ثنائيا حتى لو كان هارون بعيدا عن موسى جغرافيا اذهب 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 أنت وأخوك بآياتي لأن موسى هو الأصل فبدأ الخطاب مع موسى اذهب اذهب أنت وأخوك بآياتي ثم صار الخطاب ثنائيا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذهب اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى الآيات واضحة وواضحة جدا والشراكة في جميع الاتجاهات فماذا تريدون أن تقولوا هذه روايات ضعيفة السنة أم أنكم تشككون في الحديث الذي يعرفه الجميع تعرفه الأمة من أولها إلى آخرها من أن منزلة علي من رسول الله كمنزلة هارون من موسى في صحاعكم هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سائر كتبكم وهذا هو القرآن يقيم حجته علينا فلا وربك فلا وربك يا علي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما نذهب إلى فاصل وإلى الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية واحدة رؤية واحدة ولذا فإن نواصب السقيفة بني ساعدة يفسرون المؤمنين بعامة المؤمنين ويعتقدون هكذا من أن رؤية المؤمنين لأعمالنا كانت مع رؤية رسول الله في زمانه صلى الله عليه وآله وتكون رؤية المؤمنين لأعمالنا بعد رسول الله لوحدهم فهم يجعلون الرؤية واحدة لكننا حينما نفسر المؤمنين بتفسيرها الأصيل إنهم العترة الطاهرة هم هم الذين يذكرون مع الله ومع رسول الله في الآيات المتقدمة كلها في كل ما مر علينا من الآيات جاء ذكرهم تارة لفظا وتارة معنا في كل الآيات التي تلوتها عليكم في الحلقتين المتقدمتين وفي هذه الحلقة أيضا فإما أن يذكروا لفظا ومعنا وإما أن يذكروا معنا بشكل واضح يتفرع على ما ذكر من معنا بين في الآيات المؤمنون أئمتنا الأطهار العترة الطاهرة علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم رؤية أمير المؤمنين في زمان رسول الله هي هي رؤية رسول الله فمثل ما كان رسول الله يرى أعمال العباد في الوقت في الوقت نفسه كان المؤمنون علي وفاطمة وحسن وحسين كانوا يطلعون على الذي يطلع عليه رسول الله الآية واضحة الآية واضحة واضحة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في مرتبة واحدة في مرتبة واحدة ما قالت الآية من بعد رسول الله في مرتبة واحدة وهذه الرؤية ليست زمانية او مكانية مرادي ليست زمانية او مكانية لا تحد بزمان معين ولا تحد بمكان معين لماذا لأنها هي هي رؤية الله الآية واضحة فإن رؤية الله لأعمالنا هي هي رؤية رسول الله وآل رسول الله فهل رؤية الله لأعمالنا محكومة بزمان معين او مكان معين انها رؤية احاطية اطلاقية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اذا الرؤية مشتركة واشركه في امري المضمون هنا في سورة النساء تطبيق عملي لهذه الحقيقة ولو انهم اذ ظلموا انفسهم هذا هو عملهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذا تطبيق عملي فعلي فعلي لرؤية الله ورسوله والمؤمن وعلي وآل علي الآيات واضحة الآيات واضحة لا تنكروا الحقائق لا تنكروا الحقائق الآيات واضحة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هذا يعني ان رؤيتهم هي هي التي تتحدث الآية عنها انها رؤية عالم الغيب والشهادة فالآية تتحدث وتقول وستردون الى عالم الغيب والشهادة الله هو عالم الغيب والشهادة رؤية الله هي رؤية محيطة بعالم الغيب والشهادة وهي هي رؤيتهم وهذا المعنى يتعاضد مع مضمون ما جاء في سورة النساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك يا علي الباقر هو الذي يقول لست انا الباقر هو الذي يقول صلوات الله عليه من ان الآية تخاطب علي سورة النساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تطبيق عملي لاثار هذه الرؤية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انها رؤية احاطية وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ينبئكم بما كنتم تعملون من الذي ينبئهم من الذي ينبئهم محمد واهل محمد انهم هم الحكام يوم القيامة هذه بديهيات عقيدتنا هل احتاج الى ان افتح بابا للحديث عن هذه النقطة هذه بديهيات عقائدنا محمد واهل محمد الحكام يوم القيامة الحكم بأيديهم الجنة بأيديهم النار بأيديهم من بديهيات عقائدنا علي 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 قسيم النار والجنة برغم آنا في أعدائه علي علي قسيم النار والجنة وهذا ما هو بأعلى مقاماته هذا شأن من شؤونه في يوم القيامة علي وجه الله كما محمد وجه الله علي لسان الله كما محمد لسان الله لسان الله هو الذي ينبئنا فينبئكم بما كنتم تعملون وما الغرابة في ذلك ما الغرابة حينما أتحدث عن هذه السعة في الرؤية وعن هذه السعة في الولاية وعن هذه السعة في الحاكمية المطلقة لمحمد وآل محمد في الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين العالمون جمع مذكر سالم وقد عرف بالألف واللام الألف واللام هنا استيعابية تستوعب كل العوالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين لكل العوالم إنها عوالم الملأ الأعلى وعوالم الملأ الأسفل إنها عوالم الغيب وعوالم الشهادة إنها عوالم النور وعوالم الظلام إنها العوالم العالية والعوالم السافلة قولوا ما تشاءون قولوا ما تشاءون وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه هي الرحمة الواسعة هذه الرحمة المطلقة ليس هناك من تقييد لها إنها بسعة الوجود وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِكُلِّ الْعَوَالِمِ نَبِيُّنَا مَا هُوَ نَبِيٌّ بَشَرِيٌّ نَبِيُّنَا نَبِيٌّ للبشر لكنه ما هو نبيٌّ بَشَرِيٌّ في الجهة التي ترتبط بنا هو نبيٌّ بشريٌّ نبينا لكل العوالم هذا قرآن قرآن أنا لا أحدثكم بشيء من عندي ولا أحدثكم بما كتب علماء سقيفة بني ساعد أو ما كتب علماء سقيفة بني طوس ولا أحدثكم بحديث الروايات التي ستنكرونها وتشككون فيها هذا حديث القرآن ماذا أنتم فاعلون ماذا أنتم صانعون من أين جاءتكم هذه البلية وهذه الداهية من أين جاءتكم هذا حديث القرآن يقضي على دينكم هذا حديث القرآن يكشف أكاذيبكم ويكشف زيفكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة التي وسعت كل الوجود هل هي غبية هذه رحمة كلها علم وكلها حكمة وكلها سمع وكلها نظر هذه رحمة وسعة الوجود الرؤية رؤية اتساعية بسعة الوجود مضامين القرآن وهضحة وهذه الآيات تشكل لنا لوحة عقائدية متكاملة فماذا أنتم فاعلون هل تتبعون القرآن أم أنتم أيها السنة تذهبون وراء الصحابة ووراء التابعين ووراء نساء النبي التي لا يفقهن القرآن وأنتم أيها الشيعة هل تتبعون هل تتبعون جهالكم الذين يوصفون بأنهم نواب صاحب الزمان هل تتبعون هؤلاء الحمقى السفهاء ماذا أنتم صانعون مع حقائق القرآن نذهب إلى فاصل ما جاء في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة يأتي منسجما مع كل المضامين المتقدمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إنها رحمة وسعة الوجود وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام المبين رسول الله الإمام المبين علي أمير المؤمنين الإمام المبين فاطمة الزهراء التي هي روح محمد النبي الأعظم هو الذي يقول فاطمة روح التي بين جنبي هذه الزبدة المحمدية هذه الحقيقة المحمدية النورانية هي 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 محمد هي هي الإمام المبين محمد الإمام المبين علي نفس محمد بصريح القرآن وفاطمة روحه سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا هو الذي أراد هذا جعل هؤلاء وسيلة وما آية المباهلة إلا درس تقريبي لنا ودرس تفهمي لنا فإن الله أمر محمد صلى الله عليه وآله أن يتوسل إليه بمن بعلي وفاطمة وحسن وحسين هل كان النبي بحاجة إلى هذا إنه درس لنا هل النبي بحاجة إلى أن يتوسل إلى الله بعلي وفاطمة وحسن وحسين هذا بيان وذكر وموعظة لنا وهذا تفسير عملي من محمد صلى الله عليه وآله لقرآنه لأن القرآن بكله من أوله إلى آخره وتلاحظون الآيات التي أعرضها بين أهديكم تتحدث عن هذه الحقيقة القرآن في كل آياته المحكمة يتحدث عن هذه الحقيقة التفسير العملي قام به رسول الله في واقعة المباهلة وبأمر من الله فقدم علي وفاطمة وحسن وحسين وسيلة يتوسل بهم إلى الله من دون حاجة إلى ذلك بالنسبة إلي محمد صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى وسيلة يتوسل بها إلى الله هذا درس عبرة موعظة بيان بيان شرح تفسير تأويل عملي تطبيقي على أرض الواقع لقرآنه هذه هي الحقيقة من الآخر وكل وكل شيء وكل شيء وكل شيء وكل شيء أحصيناه الإحصاء إنه عد بدقة مع وصف وتفصيل في الشرح والبيان هذا هو الإحصاء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه الرحمة التي هي للعالمين ما هي برحمة غبية هذه رحمة العلم والحكمة وها هو القرآن يحدثنا عن وجه من وجوهها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين حينما نقرأ في سورة القلم في الآية الرابعة بعد البسملة وإنك يا رسول الله وإنك وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى يصف خلق محمد بأنه عظيم أية عظمة هذه أية عظمة هذه التي يتحدث الله عنها عليكم أن تنتبه إذا إذا ذهبنا إلى سورة يوسف وفي الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة فلما رأى قميصه من عزيز مصر رأى قميص يوسف فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه عزيز مصر الذي قال قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم هذا كلام عزيز مصر لا قيمة له هذا كلام عزيز مصر لكما يقولون من أنه كلام الله هذا عزيز مصر رجل كان يعبد الأصنام رجل جاهل كافر لا قيمة لكلامه هنا هنا الذي يتحدث الله فارق كبير الله هو الذي يقول لمحمد وإنك لعلى خلق عظيم كلمة عظيم هنا في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة يوسف هذه الكلمة صدرت من عزيز مصر لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها فيما جاء في سورة القلان وإذا ما ذهبنا إلى سورة النمل وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة إني وجدت مرأة تملكهم وآتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا كلام الهدهد لا قيمة له هذا كلام الهدهد لا تختلط الأمور عليكم إفقه القرآن بحسب العطرة الطاهرة هذا كلام الهدهد الهدهد يقول لسليمان يخبره إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا الوصف الذي يتردد في القرآن وضربت لكم مثالين هذا الوصف ليس من الله وحتى لو جاء من الله بخصوص مخلوق من مخلوقاته فإنه يكون مناسبا للمتلقي إنها عظمة من حيث المتلقي أما الآية هنا تتحدث عن عظمة من حيث الله فارق كبير فارق كبير ما عندي إلا قليل من الوقت وإلا لذهبت معكم في الآيات التي تناولت هذا المعنى ما ضربته من مثالين سأكتفي بهما وإنك لعلى خلق عظيم لأنه يتحدث عن الأعظم سبحانه وتعالى يتحدث عن الأعظم هنا عن أعظم مخلوقاته إنه يتحدث عن محمد عن حبيبه الأعظم الصفة هنا من حيث الله الله يصف محمدا بالعظم هذه الصفة ليست لمحمد هنا وإنما لشأن من شؤونه الخلق ما هو محمد الخلق أثر من آثار محمد شأن من شؤون محمد شأن من شؤون محمد الله يصفه بالعظم ويصفه من حيث الله من حيث هو الآية تقول هذا لست أنا دققوا النظر في الآية وقارنوها مع المثالين الذين ضربته ما لكم أو مع سائر الآيات الأخرى هذه عظمة من حيث الله وإنك لعلى خلق عظيم هذه آثار محمد هذه شؤون محمد فماذا يعني هذا يعني أن محمدا أعظم آثاره عظيمة شؤونه عظيمة الآثار العظيمة والشؤون العظيمة تصدر من الأعظم وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم يتناسب مع الرحمة الواسعة مع الرحمة العظيمة يتناسب مع الرؤية العظيمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى سائر المضامين الاتساعية الإطلاقية الإحاطية الأخرى التي مر الحديث عنها إشارة عبارة تلميح تلويح بكل مستويات الحديث وإنك لعلى خلق عظيم الخلق صفاته الآية هنا لا تتحدث عن الأخلاق بالمعنى المحدود ونحن نتحدث عن خصال الفضيلة أو خصال الرذيلة هذه المضامين التي تدرس في علم الأخلاق هذه المضامين تشكل جزءا من صفاته عندنا خلق وعندنا خلق الخلق تكوين والخلق صفات الخلق الخلق البنية التكوينية للأشياء وأما الخلق صفات تلك البنية التكوينية إذا نقلنا الحديث إلى المخلوق البشري المحدود فإن الخلق الأخلاق التي نتحدث عنها والتي هي إنعكاس لكل صفات الإنسان التي تختصر وتظهر متجلية في أخلاقه العملية القولية إلى سائر شؤونه المختلفة الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم من تجليات هذا الخلق العظيم ما نقرأه في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإنك لعلى خلق عظيم هذا حد لا نستطيع أن نتعامل معه هذا حد نعتقده عمليا لا نستطيع أن نتعامل معه هذا حد مرتبط بالله الحد الذي نستطيع أن نتعامل معه هو هذا سورة لقد لقد جاء جاء رسول من أنفس عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا الحد حد عملي نستطيع أن نتواصل مع رسول الله مع آل رسول الله من هذه البواب أما ما تحدثت عنه سورة القلم إنها تحدثت عن الجهة التي حدثتنا الآيات السابقة الرحمة الواسعة الرؤية الواسعة الإحصاء الواسع المضامين التي مرت علينا تلك حدود نتعامل معها عقائديا فكريا عمليا لا نستطيع أن نصل إليها كيف نتواصل معها لا يمكننا ذلك لا نمتلك الوسائل والآليات ولا نمتلك المفردات اللغوية التي نستطيع من خلالها أن نتواصل مع تلك الجهات إنها جهات فكرية عقائدية الجهة العملية الحد العملي الذي نتواصل من خلاله مع رسول الله وآل رسول الله هو هذا لماذا لأنهم هم الذين فتحوا الباب فيما بيننا وبينهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم هذه آثار البوابة المفتوحة فيما بيننا وبين رسول الله وآل رسول الله عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نبينا الأعظم إمام زماننا الحجة بن الحسن وما بين نبينا وإمامنا من أمير المؤمنين فالزهراء إلى الحسن العسكري هكذا يتواصلون معنا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الكهف الآية تخاطب رسول الله وهي هي تخاطب عليا والأئمة وأشركه في أمري أحلي شريكه في أمره الآية تخاطب إمام الأئمة على الإطلاق تخاطب سيد السادات على الإطلاق إنه محمد صلى الله عليه وآله فلعلك باخع نفسك على أهثاره باخع قاتل إنه يكاد يقتل نفسه حسرة وأهلما على جهلنا على جهلنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذه الآثار هي التي تحدثت عنها سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة دققوا النظر معي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا الاتساع العلمي الإلهي الذي لا حدود له وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من جملة ما يقع في هذه الدائرة الآثار آثار الموتى والأحياء إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه الآثار والتفاصيل التي ترتبط بنا ترتبط بالمخلوقات فلعلك باخع نفسك يا رسول الله على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يكاد أن يقتل نفسه حسرة حزنا ألما على ضلالنا على جهلنا على سفاهتنا لا أتحدث عن بني البشر فقط إنما أتحدث عن كل العالمين هو رحمة لكل العالمين وإن كان الذي يرتبط بنا هو الذي يكون مهما عندنا فماذا صنعت هذه الأمة مع رسول الله ومع آل رسول الله إمام زماننا هذا هو حاله معنا يكاد أن يقتل نفسه فلعلك باخع نفسك على آثارهم باخع قاتل بخعه قتله فلعلك باخع نفسك على آثارهم وباخع إنه يقتل نفسه بشدة بقسوة بتعذيب ولذا يقال للقصاب إنه باخع كيف يقتل الذبيحة يقتلها ذبحا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف هي 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 التي تتحدث عنها سورة ياسين في الآية الثلاثين بعد البسملة إنها إنها الحسرة يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد الله هو الذي يتحسر الله يتحسر كتحسرنا هذا الكلام منطقي هذه الحسرة هي حسرة محمد صلى الله عليه وآله في وجهه البشري فلعلك بخع نفسك على آثار مثلما قرأت عليكم في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الكه يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئه وهذه الأمة استهزأت برسول الله وعبثت بدين رسول الله لقد استهزأوا برسول الله استهزاء عظيم في رزية الخميس ماذا فعلوا استهزأوا برسول الله قالوا إن محمد يهجر عمر قالها وبقية الصحابة قالوها إلى أن طردهم إلى أن طردهم لقد بايعوا علي في بيعة الغدير وذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة لأن علي كان مشغولا بتجهيز رسول الله ذهبوا كاللصوص كي ينفذ مؤامرتهم النجسة اللعين استهزأوا برسول الله استهزأوا برسول الله حين غدروا بالغدير واستهزأوا برسول الله حينما أراد أن يكتب رسول الله الكتاب العاصم للأمة وإذا بعمر يقول إن الرجل ليهجر فدعونا من هذيانه إن محمد يهذي دعونا من هذيانه هذه خلاصة ما وصل إليه الصحابة ولذا طردهم رسول الله طردهم قوموا عني طردهم أي يوم لعين ذلك اليوم الذي يقول فيه عمر وأمثال عمر لمحمد الأعظم صلى الله عليه وآله من أنه يهذي أي يوم لعين نذهب إلى فاصل خلاصنا هنا خلاصنا هنا وزبدة القول هنا عند الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائد وهنا هنا كل الحدود هنا كل الذي تقدم ذكره في الآيات الكريمة في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة كل ذلك يجمل في فناء هذه الآية يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنها بيحت الغدير إنها بيعة الغدير بيعة الغدير يا أيها الذين تقولون إننا شيعة قبل أيام كنتم تحتفلون ببيعة الغدير فماذا تفقهون من بيعة الغدير ماذا تفقهون وماذا علمكم هؤلاء السفهاء من نواب الشيطان في النجف وكربلاء ماذا علموكم وماذا أخبروكم عن بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وماذا 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 وبين رسول الله فإما أن نؤمن برسول الله فعلينا أن نلتزم ببيعة الغدير ولا نستطيع أن نلتزم ببيعة الغدير ما لم نعرف مواثيقها وأسرارها وإذا أعرضنا عن بيعة الغدير كإعراض سقيفة بني ساعد بحسبها أو كإعراض سقيفة بني طوس بحسبها ومر الكلام عن السقيفتين اللعينتين وكيف كفرتها ببيعة الغدير كل سقيفة كفرها بحسبها فهذا هو الفاصل فيما بينهما وبين محمد صلى الله عليه وأهله إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الحد الأعظم وهنا تجتمع كل الحدود التي مر ذكرها الميزان علي ولذا نسلم عليه في زياراته الشريفة السلام عليك يا ميزان الأعمال الميزان علي السلام عليك يا ميزان الأعمال هناك ميزان ميزان هذا هو الميزان الذي جاء مذكورا في سورة الرحمن في الآية السابعة بعد البسملة والسماء رفعها السماء عنوان لرسول الله في تأويلهم لقرآنه في تفسيرهم لقرآنه على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم والسماء رفعها حين رحل محمد عن هذه الدنيا ووضع الميزان الميزان علي وهكذا نسلم عليه السلام عليك يا ميزان الأعمال ميزان الأعمال علي ولذا ولذا فهو قسيم الجنة والنار في الدنيا ميزان الأعمال وفي الآخرة ميزان الجنة والنار قسيمها ميزانها هو الذي يزن لها أهلها للجنان ويزن للنيران أهلها هو الميزان هو القسيم هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم ميزان ميزان الصراط المستقيم ميزان ما بين الضلال على يمينه والضلال على يساره الميزان هو الصراط المستقيم هناك ضلال على يمينه وضلال على يساره الصراط هو الميزان وعلي هو صراط وهل غير علي صراط مستقي القرآن من أوله إلى آخره بحسب تأويلهم لقرآنهم أينما جاء الصراط المستقي الصراط السوي صراط الله الصراط القويم أينما جاء هذا الوصف في الكتاب الكريم ذلك علي والإطلاق حقيقي ليس مجازيا ليس مجازيا لا يضحكون عليكم ويقولون لكم إن الإطلاق مجازي هنا كذابون هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلة سفلة منحطون ساقطون لا قيمة لهم الصراط المستقيم استعمال حقيقي في عليين وليس مجازيا بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير الميزان الميزان علي أيضا هذا عنوان حقيقي وليس عنوانا مجازيا والسماء رفعها السماء عنوان لرسول الله في الكتاب كله أحاديثهم هي التي تقول والسماء رفعها ووضع الميزان الميزان علي وهذا هو الميزان في السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تتساقط الرسالة هنا لماذا لأنها لم ترتبط بالميزان القويم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين حد الإيمان هنا عند علي وتحديدا عند بيعة الغدير حد الإيمان هنا هذا هو الحد الأعظم الذي على أساسه نقيس الإسلام والكفر نقيس الإيمان والشرك نقيس الهدى والضلال نقيس القرآن والجهل هنا هنا علي قسيم الحق والباطل في هذه الدنيا والحق من شيعته الحق من شيعته الحق من شيعة علي لأن الحق يدور مع علي حيث ما دار هو تابع له الحق الحق يشايع علي يدور معه حيث ما دار والقرآن كذلك القرآن مع علي القرآن يدور مع علي حيث ما دار الحقيقة بكلها تدور مع علي حيث ما دار منطق القرآن هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أليست الرسالة تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوة والرسالة وتشتمل على القرآن الذي هو تبيان لكل شيء وتشتمل على الحقيقة كلها كل هذا يساوي صفرا من دون ميزان الأعمال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهذا هو حد الإيمان وحد الكفر إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولذا في الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم إنه يوم مشخص يوم معين إنه يوم الغدير الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة نزلت قبل الغدير قبل حدوث الواقعة بتفاصيلها أما هذه الآية نزلت بعد إتمام بيعة الغدير اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون هذا الكلام ينطبق على الأمة بكاملها لو أنها تمسكت ببيعة الغدير وينطبق على كل شخص تمسك ببيعة الغدير شخص مثلي ولست مهما أنا إنما أضرب لكم مثالا إذا إذا ما بقيت على هذا الفكر ربما أكبر بي بن آدم خوانود ولكن إذا بقيت على هذا الفكر وعلى هذا المعتقد وبقيت كما أدعي باللسان وأن يكون قلبي كلساني هل يخاف علي من الضلال أن يضلون من ضلال سقيفة بن ساعد أو من ضلال سقيفة بن طهس حينما أتمسك بالغدير فإن حقيقة الآية ستتفعل في حياتي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم لا تخشوهم على دينكم لا تخشوهم أن يضلوكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هنا 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 تظهر لنا الزبدة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية المهدوية هنا هنا هذه الزبدة المهدوية القائمية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إذا ما تمسكنا بإمام زماننا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام لم يكن دينا حقيقيا ولم يكن مرضيا عند الله قبل يوم الغدير وإنما كانت مقدمات إسلام كانت مقدمات مرضية عند الله لم يكن قد تحقق الإسلام إلا بعد بيعة علي في الغدير هذا هو منطق القرآن ما هو منطقي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نذهب إلى فاصل صحيح البخاري والطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة في الصفحة التاسعة بعد العاشرة إنه كتاب الإيمان الباب الرابع والثلاثون باب زيادة الإيمان ونقصانه إنه الحديث الخامس والأربعون بسنده بسند البخاري عن عمر بن الخطى أن رجلاً من اليهود قال له وهذا في كتب أخرى من الكتب السنية إنه كعب الأحبار وكان على علاقة وثيقة بعمر وهذا أمر معروف أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين أيام خلافته آية في كتابكم أنتم المسلمون آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا انتبهوا لكلامه عمر هو الذي يحكي البخاري يسند الحديث إلى عمر حدثنا فلان فلان عن عمر عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم في القرآن تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية عمر يسأل هذا اليهود يسأل كعب الأحبار أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم يعرفه إنه يوم الغدير ولكنه يحرف الكلام قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دين أبتر الذي يصلي عمر الذي يصلي البخاري الذي يصلي الراوي الذي يصلي الصلاة البتراء يعني أن دينه دين أبتر وهو أبتر ابن أبتر قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم جمعة والحديث ذكر في العديد من المواطن في الكتاب ذكر في أربعة ألاف أربعمية وسبعة بهذا الرقم أربعة ألاف ستمية وستة سبعة ألاف ميتين وثمانية وستة الأحاديث المهمة يتكرر ذكرها في صحيح البخاري وهذا أمر يعرفه المطلعون على تفاصيل صحيح البخاري هذا اليهودي نظر في الآية فوجد أن الآية تتحدث عن أهم أمر في حياة المسلمين ووجد أن الآية تتحدث عن يوم بحسب المنطق عند البشر وليس عند البقر عند البشر بحسب المنطق عند البشر أن يكون هذا اليوم عيدا ولذا هكذا قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا محشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم جمعة كذب هذا هذا كذب من عمر إذا كان عمر قال هذا الكلام وربما قال عمر الحقيقة ولكن الذين جاءوا من بعده حرفوا الكلام بالنتيجة هذا كذب هذا تحريف أكان من عمر أم كان من غيره النقطة التي أردت أن ألفت أنظاركم إليها أن اليهودية أدرك الحقيقة وأن عمر لم ينكر عليه ذلك وإنما حرف الكلام عمر لم ينكر أهمية الآية ولم ينكر أهمية اليوم الذي تتحدث الآية عنه ولم ينكر أن يوما كهذا لا بد أن يكون عيدا لم ينكر كل هذا وإنما أخذ الحديث في اتجاه آخر وحرف المعنى هذه الآية لا معنى لها للنزول في عرفة لأن بيعة الغدير لم تكن قد تحققت بعد فبيعة فبيعة الغدير في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحج ويوم عرف هو اليوم التاسع ويوم عرف الذي كان يوم جمعة هو يوم عرف الذي كان في حجة الوداع عرف في حجة الوداع كما هو المعروف كما هو المشهور كان في يوم جمعة وبعد ذلك تحرك المسلمون إلى غدير خم وهناك حدثت البيعة وبعد البيعة نزلت الآية وعمر من أعرف الناس بهذا فإما أنه ذكر الأمر ولكن الذين جاءوا من بعده حرف الكلام أو أنه حرف الكلام وما هو بغريب على الصحابة أن يكذبوا وأن ينكروا الحقائق وأن يكفروا حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا ما هو بشيء غريب على عمر وعلى سائر الصحابة ما الذي أريد أن أقوله الذي أريد أن أقوله من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها آيات القرآن واضحة هذا اليهودي أدرك الحقيقة ولكن عمر حرف الكلام وعمر لم ينكر عليه ما أدركه من الحقيقة لكنه ذهب بالموضوع إلى اتجاه آخر ليغير مسار الكلام واتجاه الحديث اعتبروا بما قاله اليهودي اعتبروا بما قاله اليهودي واعتبروا بعدم إنكار عمر لما قاله اليهودي واعتبروا بتحريف عمر أن أخذ الحديث إلى مسار آخر بيعة الغدير حقيقة المضامين التي حدثتكم عنها في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة حقيقة هذا هذا تفسير القرآن تفسير عطية العوف وحدثتكم عن عطية العوف في الحلقات المتقدمة من التابعين متوفى سنة مية وسبعة وعشرين للهجرة من أقدم التفاسيرين عطية العوف يروي عنه السنة والشيعة لكن السنة يروون عنه أكثر روايات عطية العوف في كتب السنة هي أكثر من رواياته في كتب الشيعة وهذا التفسير كان تفسيرا معروفا بين المسلمين لا يقال عنه من أنه تفسير شيعي هذا من تفسير التابعين وعطية العوف من الرواة الذين يعتمد على رواياتهم وأحاديثهم أصحاب الصحاح في المكتبة السنية وقد حدثتكم عن هذا هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة دليلنا قموا المقدسة صفحة أربعمية أو أربعة وخمسين بخصوص الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أورد الكثير من الأحاديث والروايات عن النبي وصحابته صفحة أربعمية وأربعة وخمسين رقم الحديث أربعمية وثمانية وخمسين عطية العوف ينقل مباشرة عن أبي سعيد الخدري هذا الكلام ينقله عطية العوف عن أبي سعيد الخدري لما رجع رسول الله من حجة الوداع كان بغدير كان بغدير خم قال كأني قد دعيت فأجبت دعيت فأجبت يعني أن أجلي قريب إن الله يدعوني إليه سأجيب كأني وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر التحريف واضح واضح ومر الكلام بخصوص هذا أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولن يتفرقا حتى يردى علي الحوت وإن الله مولاي وأنا ولي المؤمنين ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت وليه فعلي وليه عطية العوف يقول لأبي سعيد الخدري أنت سمعت هذا من رسول الله فقال فقال أبو سعيد الخدري ما كان في الركاب ما كان في الركاب يتحدث عن جميع المسلمين الذين حضروا بيعة الغدير ما كان في الركاب إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه مئة وعشرون ألف وهناك روايات وأخبار تتحدث عن عدد هو أكثر من هذا بكثير مئة وعشرون ألف مئة وثمانون ألف أعداد كثيرة ليس مهما أن نشخص الأرقام برقم رياضي معين أعداد هائلة أعداد هائلة لأنهم أحسوا من كلام رسول الله حينما كانوا معه في مكة من أن رسول الله يودع الدنيا قريبا ولذا جاء المسلمون بقضهم وقضيضهم مع رسول الله ساروا في الطريق نفسه فجمعهم رسول الله في غدير خم وكان الذي كان من التفاصيل التي مر الحديث عنها عطية العوف يقول لأبي سعيد الخدري أنت سمعت هذا من رسول الله فقال ما كان في الركاب إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه الأحاديث كثيرة أقرأ على سبيل المثال من صفحة 457 رقم الحديث 463 أيضاً عطية العوف ينقل عن أبي سعيد الخدري بنحو مباشر أبو سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وآله من من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلي إمامه ومن كنت أميره فعلي أميره ومن كنت نذيره فعلي نذيره ومن كنت هاديه فعلي هادي ومن كنت وسيلته إلى الله تعالى فعلي وسيلته إلى الله عز وجل فالله سبحانه يحكم بينه وبين عدوه بين علي وبين عدو علي هذا الحديث هو هو الذي كنت أحدثكم عنه قبل قليل وأشركه في أمري وأشركه في أمري هذه الأحاديث موجودة في كتب التابعين وهذا التابعي السنة ينقلون أحاديثه أكثر مما تنقل الشيعة عنه والحديث عن أبي سعيد الخدري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يحدثنا أبو سعيد الخدري أقرأ الحديثة مرة أخرى عليكم عن النبي صلى الله عليه وآله من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلي إمامه لا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذه أحاديث الرافضة هذه أحاديث رسول الله وهذه الأحاديث تطابق القرآن مثل ما عرضت عليكم ما عرضت من القرآن في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة المعاني تتعاضد فيما بينها وترسم لوحة متكاملة متناسقة بينة النبي الأعظم هو الذي يقول من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلي إمامه ومن كنت أميره فعلي أميره ومن كنت نذيره فعلي نذيره ومن كنت هاديه فعلي هاديه ومن كنت وسيلته إلى الله تعالى فعلي وسيلته إلى الله عز وجل وأشركه في أمري وأشركه في أمري منطق القرآن ومنطق رسول الله صلى الله عليه وآله واحد لا مجال للتفريق فيما بينهما نذهب إلى فاصل التفسير الذي قرأت ما قرأت عليكم منه قبل قليل لعطية العوفي المتوفى سنة 127 للهجرة وهذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية الحاكم النيشابوري جمع في المستدرك الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري لقبول الخبر وشرائط مسلم لقبول الخبر فهناك أخبار كثيرة تتوفر فيها شرائط البخاري وشرائط مسلم إلا أن البخاري لم يثبتها في كتابه وكذلك مسلم لم يثبتها في كتابه الحاكم النيشابوري جمعها في المستدرك صفحة 118 رقم الحديث 4576 لضيق الوقت سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الحديث فيه شيء من الطول عن نبينا صلى الله عليه وآله في غدير خم لما نزل في غدير خم وقال ما قال ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ثم يعلق الحاكم النيشابوري على الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه بطوله لأن الحديث طويل ولأن الحديث يرتبط ببيعة الغدير ثم قال رسول الله في غدير خم بعد أن تحدث عن كتاب الله وعطرة رسول الله إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه إلى آخر كلامه ثم يعلق على الحديث فيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله والحديث الذي بعد هذا الحديث بنفس المضمون المقام لا يسع لقراءة كل التفاصيل هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم أني شابوري والحاكم درجة علمية هي أعلى درجات العلم بعلم الحديث عند أتباع سقيفة بني ساعد الحاكم الني شابوري متوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة نحن الآن في سنة ألف أربعمية وأربعة وأربعين للهجرة شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني لحاكم آخر من كبار علماء الأحناف من علماء القرن الخامس الهجري في زمان يكاد أن يكون قريبا من زمان الحاكم الني شابوري الذي توفي سنة أربعمية وخمسة للهجرة وهذه الطبعة طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية بتحقيق محمد باقر المحمود هذا هو الجزء الأول في الصفحة الأربعين بعد المئتين رقم الحديث الذي يبدأ في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئتين رقم الحديث ميتين وأربعة عشر بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ مثل ما جاء في الكتاب لو كان قد ذكر صلاة بتراء فإنني أقرأ صلاته البتراء كي تعرف أن دينه أبتر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله حينما نزلت الآية التي نتحدث بصددها اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ماذا قال رسول الله بحسب أبي سعيد الخدري برواية الحاكم الحسكان الحنفي في كتابه شواهد التنزيل هكذا قال رسول الله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعد وإن لم تفعل تبلغ ولاية علي فما بلغت رسالته منطق القرآن ومنطق رسول الله صلى الله عليه وآله واحد واحد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تبلغ ولاية علي في الغدير فما بلغت رسالته فلما نزلت الآية بعد التبليغ اليوم أكملت لكم دينك قال رسول الله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاد وانصر من نصر واخذل من خذله يضعفون لكم هذه الأحاديث ماذا تتوقعون منهم ولكن حكموا القرآن القرآن لا يعبأ بالأسانيد ومر الكلام هذا علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بالأسانيد ولا تعبأوا بهراء هؤلاء العلماء من علماء الشيطان من علماء السقيفة بني ساعدة أو من علماء سقيفة بني طوسي لا تعبأوا بهؤلاء الشياطين بهؤلاء الأبالسة القرآن يقول لكم لا تعبأوا بروات الحديث واعبأوا بمتنه واعرضوه على القرآن صفحة 241 رقم الحديث 216 بسنده بسند الحاكم الحسكاني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ماذا يقول أبو هريرة من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحج كتب الله له صيام ستين شهر هذا هو الاحتفال والاحتفاء بعيد الغدير ومر كلام كعب الأحبار في البخاري القضية واضحة 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 من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحج كتب الله له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم هذا حديث أبي هريرة وأنا أقرأ عليكم من شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي سيكذبون هذه الأحاديث كذابون هؤلاء سفلة نواصب أعداء رسول الله هذه الحقائق واضعة هذه كتبهم هذه كتبهم هذا عطية العوف من التابعين متوفى سنة مية وسبعة وعشرين للهجرة وهذا الحاكم أن يشابوري من أكبر علمائهم يأتي بالأحاديث وفقا لشرائط البخاري ومسلم وهذا الحاكم الحسكاني حنفي معروف من علماء القرن الخامس الهجري وهذا الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية وإهدعاش للهجرة وهذا هو الجزء الثالث طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والعشرين بأسانيده عن أبي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله عليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبرائيل عليه بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم عرفتهم الآن كيف أن عمر بن الخطاب يحرف الحقائق هذا إذا كان هو الذي حرف الحقيقة يمكن أن يكون الرواة من بعده هم الذين حرفوا أو أن البخاري هو الذي حرف الخبر ما قرأته عليكم قبل قليل من صحيح البخاري حينما كان كعب الأحبار يتحدث مع عمار أبو سعيد الخدري هكذا يقول لما نصب رسول الله عليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ونقل حديثا عن أبي هريرة لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجة الكلام قريب من الكلام الذي قرأته عليكم في شواهد التنزيل قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم هذه كتب السنة ما هي بكتب الشيعة وهذه الأسانيد سنية يضعفونها لكم ماذا تتوقعون منهم هذه الحقائق تمحق دينهم تمحق دين السقيفة هذه كتبهم هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية وإهدعاش للهجرة ماذا تقولون وحق الحسين إذا أردت أن أهتي بكل كتبهم فإنني سأحتاج إلى العديد من الحلقات لكنني جئتكم بنماذج ومن كتبهم القديمة هذا من كتبهم المعاصرة هذا كتاب ناصر الدين الألباني إنه الوهابي العتيد والعنيد هذا كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة أستاذ إجهيماني الاعتبي سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني توفي الألباني سنة ألف وتسعمية وتسعة وتسعين ميلادي هذا المجلد الرابع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة 330 رقم الحديث 1750 هذا الكتاب هذه الموسوعة موسوعة للأحاديث الصحيحة فقط التي حققها ناصر الدين الألباني الوهابي العنيد صفحة 330 من المجلد الرابع رقم الحديث 1750 ما هو هذا الحديث؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه حديث صحيح بحسب نحصر الدين الألباني ويعلق في صفحة 331 قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري ومر قبل قليل ما قاله الحاكم النيشابوري من أن الحديث هذا صحيح على شرط الشيخين وها هو الألباني يكرر الكلام نفسه قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري ويرد على ابن تيمية على أستاذه ابن تيمية الذي يقولون عنه من أنه شيخ الإسلام شيخ الضلال شيخ النواصب يرد الألباني على ابن تيمية صفحة 344 إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث مراده بالشطر الأول من الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه ابن تيمية ضعفه وكذب الشطر الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فقد ضعف الشطر الأول من الحديث وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب وهذا من مبالغاته من مبالغات ابن تيمية وهذا من مبالغاته الناتجة في تقدير من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها والله المستعان إلى آخر كلامه كيف يفهم الحديث كيف يرتب الأثر الحسية المعنوية على هذا الحديث هذا أمر راجع إليه تلك مشكلته لكن الحديث صحيح برغم أنفه هو الذي قال هذا نحن عن هذه الحقائق نتحدى يا شباب السنة أما آن لكم أن تنتبهوا يا شباب الشيعة أما آن لكم أن تعرفوا الحقائق ومن أنها حقائق عظيمة لا كما يحدثكم مراجع النجف وكربلأ بسفاهة وسفالة وجهالة وحماقة وبعد عن إمام زمانه وقت الحلقة صار طويلاً صار طويلاً أعتقد أنني بيّنت لكم حدود العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدتان ومودتان وطاعة وعدبا شكراً